اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى اللي بيشايف بعينه اللي بيحصل في مصر يبقى اعمى البصر والبصيرة والله 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 ما اللي يرى ما يجري في مصر من اصلاحات حقيقية اعمى البصر واعمى البصيرة وحسب يا الله وانعمى الوكيل في كل واحد يحاول انه هو يحبط الناس يحاول انه هو يخفض منسوب الامل عند الناس يحاول انه هو يخفض الروح المعنوية عند الناس لانه انت عايز تعمل ايه عايزي هيجي الناس عشان الناس تعمل ايه تتحرك الناس يقوم يعملوا الناس يصوروا فلما يصوروا يخربوا بلدهم فلما يخربوا بلدهم خلاص راح راحة البلد خلاص انت في 2011 ربنا سطر وكان الجيش الحمد لله عندي مستوى المسئولية والشعب فطن بسرعة في 2013 وقف ضد كذا وطلعنا كذا طلعين دلوقتي كلهم اللي كانوا بيحكمونا في هذا التوقيت وهربوا برا كل واحد موجود بيشغله جهاز معامل اجهزة ولا جماعة من الجماعات وعنده شهد فلوس يطلع شغال عليه بكتاب الالكترونية عشان يسامل حياتك يخليك تقوم تخرب بيتك بنفسك ايه دي القصة هي دي القصة القصة انه محدش عايز مصلحتك محدش عايز مصلحتك انا بقول يا بخت من بكاني وبك علي ولا دحكني ودحك الناس علي هم عايزين يدحكوا علينا الناس اهو الراجل بيقول لي سامع شكري هو ممكن يحصل عندك رباية عربي ده انا متغلص منه غيز انا متغلص من هزا الصحة في غيز مزيعة مزيعة يا ابراهيم ولا مزيعة مش فرقة معاي يعني انا فعلا يعني ليه انتو شايفين احنا للدرجة دي هو احنا الجاه الوحيدة اللي معندش مناعة سياسية انا معندش مناعة اجتماعية هو انا خلاص يعني جهاز المناعي عندي الجهاز المناعة للامة المصرية ضايع لا انا عندي مناعة المناعة الجهاز المناعة في الجسم لما فيش هو كتخش جوه جسم الانسان بتبص لقى سخنت وبتاعه وعملت عشان الجسم بيترودها برا جهاز المناعة بيقاوم الواحد بيسخن من جهاز المناعة فيه خناقة جوه جسمك احنا في مصر برضو عايزين نقوي جهاز المناعة الوطني عايزين نقوي جهاز المناعة الوطني جهاز المناعة اللي هو بيلفظ اي غريب بيهاجم اي عدو بنجتمع بسرعة عشان نلفز اي جسم غريب عن الجسم احنا اللي محتاجينه وارجع تاني واقول تجديد واحلال العقل المصري تجاه كل القضايا يا جماعة احنا في مرحلة وكل مراحلنا تاريخية وكل مراحلنا دقيقة هذا قدرنا عشان نخرج من اللي احنا فيه محتاجين عمل غير اللي كنا بنعمله لا تسمع لحد يضحك عليك ولا تسمع لحد يستلف دماغك ويحط لك فيها سموم ولا تسمع لحد انه يفكر لك فكر لنفسك انا لا اشك لحظة في تفكير اي انسان مصري قطعا سيختار الطريق الصحيح وقطعا سيختار اجراء الصحيح وقطعا سينحزل بلده مئة بالمئة اما اللي بخايف من ايه؟ خايف انه حد تاني يفكر لك وخايف انه حد تاني يعبد بعقلك وخايف ان حد تاني يستلف دماغك ويضع فيها سمومه حتى لو ضحينا بارواحنا للحفاظ عليه اشتركوا في القناة